بسم الله الرحمن الرحيم أهلا ومرحبا بكم تلاميذ الصف الخامس الابتدائي نلتقي مع حل أنشطة الأضواء على القواعد النحوية مراجعة على الجملة الفعلية وركنيها هيا بنا نبدأ ولكن قبل البداية اشترك في القناة إن لم تكن قد اشتركت كذلك شارك الفيديو مع الآخرين حتى يستفيد منه الجميع وأيضا كن بالإعجاب بهذا الفيديو هيا بنا نبدأ النشاط الأول اقرأ الجملة الآتية ثم مملأ الجدولة الجملة الأولى ألف شرح المعلم الدرسة أين الفعل؟ الفعل شرحه طبعا بدل من الكتابة نضع خط طيب أنت في التابع معي واكتب ما أقوله في مكانه يعني اكتب هنا شرحه ده الفعل طب فين الفعل؟ من اللي شرح المعلم؟ إبا إذن المعلم فاعل المعلم شرح إيه؟ الدرس إبا الدرسة مفعول به طبعا الجملة الفعلية تتكون من ركنين أساسيين اللي هما الفعل والفاعل دول الركن الأساسيين وقد لا تحتوي الجملة على مفعول به إنما طبعا هنا في الأمثلة جاب لك إيه مفعول به؟ طيب نكمل عالج الأطباء المريضة بعالج فعل ماضي الأطباء فعل مرفوع على مترفع الضمة المريضة مفعول به منصوب على متنصب الفتح طيب نالت التلميذات الجوائزة نالت نال فعل ماضي التأنيث تلميذات فعل مرفوع على مترفع الضمة الجوائزة مفعول به منصوب على متنصب الفتح لأنه جمع تكسير زرع الفلاحون الأرض طيب زرع فعل ماضي الفلاحون الفعل مرفوع على مترفع الواو لأنه جمع تكسير إنما نون الجمع بيكون مفتوح على فتح جمع المذكر السلم طيب الأرض مفعول به منصوب على متنصب الفتح لأنها إيه مفرد طيب بعد ذلك تطلب الشعوب الحرية تطلب فعل مضارع ما اللي بيطلب الشعوب؟ إيه بفاعل مرفوع على مترفع الضم تطلب إيه الحرية؟ مفعول به منصوب على متنصب الفتح رفع العامل استطارة رفع فعل ماضي العامل فاعل واستطار مفعول به ساعد الأبناء آباء هم إيه بساعد فعل ماضي الأبناء فعل مرفوع لما ترفعوا الضمة لأنه جمع تكسير جمع ابن كذلك هنا المفعول به آباء مفعول به منصوب على متنصب الفتحة فوق الهمزة طبعا الفتحة لأنه جمع تكسير آباء جمع اب طيب هم أي ضمير يتصل باسم مضاف إليه يعني هم ضمير مبني في محل في محل جر مضاف إيه إليه وانتبه للهمزة هنا عسنا الهمزة مفتوحة فترسم على الإيه؟ ترسم على السطر لو لو في حالة جر هترسم الهمزة على نبر لو في حالة رفع هترسم الهمزة على إيه؟ على الواو طبعا إيه؟ معلوماتك عشان تكتب صح ننتقل إلى النشاط الثاني ضع خطا تحت الفاعل فقط واذكر نوعه طيب ساعد الولد هو عايز الفاعل بس ها إبقى الولد هنا فاعل عايز نوعه ساعد الولد طيب يعني فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة لأنه مفرد طيب الفقيدة مفعول به هو مش عايز المفعول عايز الفاعل بس تعاون الطلاب هنا الطلاب فاعل مرفوع وعلامة رفعه آه؟ علامة رفعه إيه؟ علامة رفعه الضمة لأنه جمع تكسير هو ده النوع وده السبب في نفس الوقت يعني سبب إيه؟ سبب العلامة فازت اللاعبات فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة لماذا؟ لأنه جمع مؤنث سالم طيب خطط المهندس نا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم جميل الأمثلة من وعلك في أنواع الفاعل الشوارع طبعا مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة لأنه إيه؟ لأنه جمع تكسير شوارع جمع شارع ساعد الطفل طفل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه إيه؟ لأنه مفرد زي الولد طيب أمه مرفوع به والهاء مضاف إليه حصد الفلاحاني ملا حصد الفلاحاني يبقى إذن طبعا ده مسن يبقى إذن فاعل مرفوع وعلامة رفع الألف لأنه مسن محصول مفعول به منصوب على علامة نصب الفتحة لأنه مفرد طيب استطاع العلماء فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة لماذا؟ لأنه جمع تكسير جمع تكسير يعني لا ينتهي بوونون ولا يؤونون ولا ألف وتاء اللي هي الزائدة عن الكلمة استطاع إيه؟ ابتكار مفعول به منصوب والمزيد مضاف إليه مجرور ننتقل إلى النشاط الثالث استخرج الفاعل فاعل أيضا وبين علامة رفعه طبعا الفاعل معروف أنه هو مرفوع دائما وقف العصفور هنكتب هنا العصفور أنت تكمل كهذا المسال العصفور طيب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة لماذا؟ لأنه مفرد يعني لو عايز تكتب السبب كمان فريحة طبعا التأنيس فريحة فعل ماضي وقفة فعل ماضي فريحة الفتيات بإذن فتيات فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة دافع المحامون انتبه بقى لهذه الكلمة طبعا المحامون اللي هي جمعي جمع محامي بإذن فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو هنا الضمة ماهينا الواو لأنه لأنه طبعا إيه؟ جمع مذكر سالم عن المظلومين عن حرف جر والمظلومين اسم مجرور بيع عن وعلامة الجر الياء لأنه جمع مذكر سالم نون جمع المذكر مفتوحة كما كل دفع المحامون اه ما لهاش علاقة بالعراب يعني استمتع الطفلان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف علامة رفعه الألف طفلان لماذا؟ لأنه مثنى عيد المسافرين هذين المحامون يبقى فاعلوا مرفوعا وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم إلى أوطانهم إلى حرف جر أوطان اسم مجرور بإله وعلامة كسرة اهي كسرة تحت النوم لأن دي ايه؟ الكلمة الأصلية أوطان نمهم وضف إليه فرح الجنود الجنود فاعلوا مرفوعا وعلامة رفعه الايه؟ الضمة لأنه جمعوا تكسير بنصرهم البق حرف جر ونصر نصر اسم المجرور بالباق علامة الجر الكسرة إنما هم مضف إليه زي أوطانهم نصرهم طيب هنا صدقت صدقت المتحدثات في أقوالهن متحدثات فاعلوا مرفوعا وعلامة رفعه الضمة لماذا؟ لأنه هنا جمع ألف وتائب إذن جمع مؤنث سالم بيرفع بالضم في حرف جر أقوال اسم مجرور بفي وعلى مجره الكسرة تحت اللام أقوال هنا هيبقى طبعا مضاف إليه النشاط الرابع ضع ضع الكلمات الآتية في جمل فاعلية بحيث تكون فاعلا مرة ومفعولا به مرة أخرى عايز بقى جمل مثلا ندخل كلمة الأب في جملة مثلا مثلا نقول عاد الأب عاد الأب من العمل مساء يبقى الأب هنا فاعل طيب نريد جعلها مفعول به نقول مثلا أعطى أعطى لابنه الأب هدية مثلا جاب له هدي يبقى هنا لابن فاعل لابنه فاعل إنما الأب مفعول به الأب مش الأب لأن البقى هنا ليست مشددة طيب المهم كلمة الأولاد نقول مثلا عاد الأولاد من المدرسة أو ذهب الأولاد إلى المدرسة مثلا صباحا نقول مثلا هنا نقول مثلا كرمت المدرسة الأولاد الأولاد كلمة المهندسات المهندسات نقول مثلا صممت المهندسات المبنى أما في حالة المفعول به نجعل نقول مثلا ايه شاهدت المهندسات الجملة الاولى في كلمة الفلاحون يزرع الفلاحون الارض في الجملة السانية نجعلها مفعول فنقول يقدر الناس الفلاحين في حالة الصانعان نجعلها فاعل هي كده طبعا مرفوعة كده ودي مرفوعة برضه يعني دي كي بيكون فاعل فنقول يتقن الصانعان العمل في حالة المفعول هتكون طبعا بالياء فنقول ايه بقى كرمة كرمة الدولة الصانعين كرمة كرمة المصنع الصانعين المؤمنتان نقول مثلا اطاعة المؤمنتان الله عز وجل في حالة المفعول به نجعلها بالياء فنقول كافى الله المؤمنتين المؤمنتين يبقى نجعلها بلايه بالياء في حالة النصب يعني مفعول به ويمكنك يعني مشاركتنا بالمزيد من الأمثلة اكتبها لنا في التعليقات حتى يستفيد منها الجميع لاحظ وتعلم النشط الخامس حدد علامة اعراب ما تحته خط فازت اللاعبات اللاعبات فاعل مرفوع وعلامة الرفع ويريد العلامة فقط علامة الرفع الضمة لماذا؟ لأنه جمع مؤنث سالم بعد ذلك كرم المدير المجتهدين خلي بالك هنا طالما قبل الياء مكسور يبدأ جمع جمع مذكر سالم إنما لو مفتوح هيبقى هيبقى مثنى يعني لو قلنا المجتهد دا دا اهي لو مفتوح هتبقى مثنى المهم كرم المدير المجتهدين مفعول به منصوب علامة النصب الياء لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم اتبع السائق اتبع اشارة ت انتبه مفعول به منصوب وعلامة النصب الكثرة لأنه جمع جمع مؤنث سالم غاب المتأخرون عن الحفل فعل مرفوع وعلامة رفع الواو لأنه جمع مذكر سالم ذهبت العاملات إلى عملهن عاملاته فعل مرفوع وعلامة الرفع الضمة لأنه جمع مؤنث سالم بينته بالألف والت تبادل التجار البضائع التجار فاعل مرفوع وعلامة الرفع الضمة أيضا لماذا؟ لأنه جمع تكسير جمع تاجر ركب الطلاب الحافلاتي طلاب فاعل مرفوع وعلامة الرفع الضمة أيضا لأنه جمع تكسير جمع طالب بعد ذلك النشاط السادس أكمل بما هو مطلوب بين القوسين يريد هنا كلمات حسب المحدد جمع تكسير يريد كلمة تكون جمع تكسير يعني لا تنتهي لا بوبنون ولا ألف ولا يؤونون وهكذا رأى أحمد ردى رأى أحمد نريد كلمة تكون جمع تكسير نقول مثلا أي كلمة الجنود يبقى هنا جمع جمع تكسير رأى طبعا أحمد فاعل بل الكلمة هنا تكون مفعولا به رأى أحمد العصافر وهكذا جمع تكسير طيب أخلصت إيه في عملي هنا مثلا نقول المعلي لأنه يريد جمع مؤنة سالم المعلمات في عملي هنا كافأ إيه الفائزين كافأ المدير مثلا المدير أو المدرس طبعا هو عايز جمع مذكر سالم جمع مذكر طبعا دي ما تنفعش لأن المدير مفرد طيب هو عايز جمع نقول مثلا إيه كافأ المديرون المديرون مثلا كافأ المدرسون المدرسون أو المعلمون المهم ده جمع مذكر سالم في عملي مرفوع لما ترفع عليه الواو بعد ذلك أحرز اللاعب اللاعب يريد مفرد يبقى أكيد أحرز أحرز هدفا أحرز هدفا أو ممكن بالألف واللام هتقولي الهدف فبالتالي نشير التنوي طيب الهدف ذهبت ذهبت إلى المستشفى طيب انتصر إيه على الأعداء عايز جمع مذكر سالم طبعا مش نفعته الجنود لأنها تبقى جمعة تكسير انتصر المقاتلون أو المصريون المصريون يبقى إذا نفعل مرفوع على ما ترفع الواو لأنه جمع مذكر سالم ننتقلوا إلى النشاط السابع ده علامة صح وعلامة خطأ استاد استاد طبعا أمام العبارة الصحيحة نحويا يبقى إذا عايزين لو في خطأ هنعمل خطأ بقى إنما لو العبارة كلها صح يبقى إذا يبقى تمام طيب استاد الصي دون الصي دون هكذا بالواو صي دون الأسماك يبقى هنا في خطأ فعلا المرفوع المترفع الواو طيب انتصر المحاربون في المعركة صح شاركة المتسابقات طبعا دي خطأ الكسرة هنا خطأ فعلا مرفوع المترفع الضم كرمت الدولة الطبيبات صح يستعير الطلاب طبعا في كسرة طلاب فعلا مرفوع المترفع الضم من خطأ رأيت اللاعبون في الملعب رأيت اللا عيبين طبعا رأيت فعل فاعل انتبه اللاعبين يبقى المفروض يأونون وليس واو يبقى هنا خطأ لأن هنا أتبقى أفعل به منصوب على منصب لأنه جمع مذكر سالم شاركت الأديبات الأديبات في المهرجان طيب وصل الضيفان الضيفان من الوصل الضيفان يبقى فعل مرفوع بالألف يعني وعلى مطرف الألف لأنه مثنى هنا خطأ أيضا ننتقل إلى النشاط الثامن صوب ما تحته خط أين الأخطاء في أسل الجمل طيب هنا اهتمت الأمهات هكذا بالضمة فعل مرفوع وعلامة الرفع الضمة طبعا يزيد التأنيث علامة رفع الضمة لأنه جمع مؤنث سالم التقط المصورون يبقى إذن وونون وليس يؤونون يبقى إذن المصورون فعل مرفوع وعلامة فعل مرفوع لما ترفع له لأنه جمع مذكر سالم تحمل الجيوش المجتمعات طبعا مفعول به منصوب وعلامة النصب الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم شاهد الجمهور المباريات نفس الكلام مفعول به منصوب علامة نصب الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم يبقى لاتنين جمع مؤنث حضر المعلم فعل مرفوع وعلامة رفع الضمة لأنه لأنه مفرد طيب أنشأت الدولة المكتبات نفس الكلام بتاع المباريات والمجتمعات يبقى إذن مفعول به منصوب علامة النصب الكسرة طبعا جيب لك أمثلة كثير على الموضوع ده لأنه هنا طبعا علامة النصب جمع المؤنث السالم بينصب بالكسرة وليس بالفتح خسر اللاعب وونون وليس يبقى فاعل مرفوع وعلامة السالم أحب التلميذان ألف ونون فاعل مرفوع على مترفع الألف لأنه مثنى المعلماء النشاط التاسع العلم طبعا هنا أول كلمة اسم جملة اسمية تبقى ممتدأ ممتدأ مرفوع وعلى مترفعه الضمة الممترفعه لأنه مفرد العلم سبيل التقدم وغاية الأمم غاية نكرة والأمم معرفة إذا مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة لماذا لأنه جمع تكسير الناهضة في بناء مستقبلها ويحرص المجدون عليه طلبا للرقي وقد اهتمت الحكومات الحكمة فاعل باهتماما كبيرا وعندما يبحث الإنسان فاعل عن العلم جادا يجد الخير يجد هو فاعل ضمي المستقبل يجد هو الخير الوفير طيب أكمل كلمة العلم كما قلنا تعرب مبتدأ مرفوعا وعلامة رفعه الضمة كلمة الأمم نوعها جمع جمع تكسير هنا العلم تعرب مبتدأ مرفوعا إلى آخره استخرج مفعولا به استخرج مفعولا به أين المفعول كلمة مثلا يجد هو الخيراء لأنها مفعول بمنصوب علامة النصب الفتح طيب استخرج فعلا أي فعل بمنفعال السابقة كنا مثلا كلمة يحرص اهتم طبعا يحرص فعل مضارع اهتم اهتم طبعا ده فعل ماضي وهكذا يبحث فعل مضارع يجد فعل مضارع جمع مؤنث سالم يعني ينتهي بالألف والإيه والتاء جمع مؤنث سالم طبعا كلمة اه مفيش كلمة طبعا للحكومات دي جمع حكومة طيب خبرا استخرج خبرا العلم له سبيل سبيل التقدم التقدم مفعول به سبيل خبر مرفوع علامة رفع للضم اللي بعده استخرج فاعلا علامة رفعه هه الواو علامة رفع الواو هو عايز فاعل كلنا مثلا كلمة انت بتدور ازاي على الفاعل بتدور على فاعل الاول بتدور على لان الفاعل يبقى يكون مسبوك بفاعل هه طالما فاعل يبقى ازا مسبوك بايه بفاعل يحرص المجدون هو محدد لازم يكون على المترفع الواو اذا فاعل مفعول على المترفعه الواو المجدون لانه جمع مذكر سالم صوب ما تحتخط شاهد الجمهور المباريات كما قلنا مفعول به منصوب على ما تنصب الكسرة خلاص لماذا لانه جمع مؤنث سالم راكب المسافرون وونون فاعل مرفوع على المترفعه الواو لانه جمع مذكر سالم رأيت فاعل وفاعل يبقى التأذي تأذي الفاعل ليست التأنيس فاعل وفاعل يبقى بعدها مفعول به رأيت السائح يأونون مفعول به منصوب على المتنصب ال ياء لانه جمع مذكر سالم عقب المدير الطال بين يأونون مفعول به منصوب علامة نصب ال ياء لانه جمع مذكر سالم تابع معي حل اسئلة الاضواء اختبر نفسك على درس هو النص المعلوماتي التجارة على مر الزمان في الفيديو القادم كذلك تابع معي الدرس التالي هو التعبير الكتابي كتابة غلاف منتج نتعلم كيف نكتب غلاف لمنتج لسلعة في الدرس القادم بإذن الله تابعه معي في النهاية اتمنى ان تكونوا لاستفدتم من هذا الشرح من هذا الحل اكتبوه لنا في التعليقات اذا كان لديكم اي سؤال او استفسار اكتبوه لنا شارك هذا الفيديو مع الاخرين شاركه مع اصدقائك حتى يستفيد منه الجميع ايضا اعمل شير اشترك بالقناة لا تنسى الاعجاب بهذا الفيديو شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته